بالنسبة للمتلازمة توريت انا هشوف طبعا الفيديو بتاع محمد اه دي يعني لحسن الحظ انها مرض نادر جدا عشان كده احنا ما بنقابلوش كتير اه هو طبعا هي بداية تشخيصها كان في القرن الماضي يعني في القبل الماضي يعني في الالف واتقنمية وحاجة اي اه طبيب فرنسي جورج دولا توريت هو اللي طبعا توصف المرض ده الحقيقة والمرض ده عبارة عن مجموعة يعني اه 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 اترابات مع بعض اترابات حركات لايرادية في الوجه في الرقبة في اليدين في الجسم اه تراوح من متوسطة الى شديدة اه اترابات في لزمات صوتية اه احنا معنا حالتين حالة بتصرخ او بتعمل صوت كده وحالة بتشتم او فعلا اه بيصدر عن المريض بعض الالفاظ غير اللائقة او البذيئة ازاي تيجي ازاي يا دكتور دي يعني انتفاعية شديدة جدا هو بيبقاش مسيطر عليها اه يعني تيجي ازاي يعني جاملين جامل عقل الباطن جاملين طبعا والاسباب الحقيقية يعني لازالت لم تكتشف بعد ولكن هناك بعض الدلائل القوية لوجود بعض الخلل الجيني او التفارات الجينية لان المرض ده سعاد بينتشر او بيبقى موجود في عقلات بعينها يعني او خلل في بعض النواقل الكيميائية اللي موجودة في الجهاز العصبي زي الدجامين والستيريتونين طب وده النقص بتاعهم بيرجع لحاجة؟ اه برضو ما حدش قدر يشخص السبب ولكن هو في الاغلب بيبقى نتيجة بعض التفارات الجينية يعني لانه بيظهر طبعا في الطفولة المبكرة واثناء فترات المراقبة جدا يعني انا لو واحدة النهاردة بحمل ممكن اعرف اذا كان عندي الجين ده ولا لأ او البيبي بتاعي فيه ولا لأ في بعض طبعا الاختبارات الجينية اللي تتعامل ولكنها بتاع مكلفة جدا اه انا عارفه بتتبعت امريكا ساعد ممكن فيه بعض التفارات الجينية تكون يعني مشتركة مع هزي الاعراض يعني اه طيب هل ده ليه يعني احنا اتفقنا ان محمد جمال هنعمله الرانين وحاريتك قلت انه ممكن الجهاز يقلل من الحركات دي هل ممكن يقلل من الصوت كمان اللي بيعملوا؟ هو طبعا التشخيص الدقيق بتاع المرض مهم جدا وده عبارة عن يعني مجموعة تخصصات اه مشتركة لازم تبقى موجودة في التشخيص وتأكيد التشخيص زي الطب النفسي وطب المخ والاعصاب وجراحة المخ والاعصاب اه نتيجة نودرة المرض طبعا وحالاته القليلة على مستوى العالم اه تم اجراء طبعا الجراحات اللي بقول لها حضرتك عليها من تحفيز عمق الدماغ والحقيقة فيه طبعا نتائج اه كويسة في حالات كتير وابتختلف طبعا من الحالة لاخرى يعني طب حتى انا عايزة اسأل حياتك يعني حتى لو انا عايزة بس عارف انا عارفة ان فيه متلازمة مثلا بتخلي الطفل يتكلم انجليزي بس مثلا ومع عمره ما تكلم انجليزي مثلا الشتايم اللي بتطلع دي اش معنى شتايم؟ يعني اش معنى الفوز؟ ولا ما توصلوش لده برضو؟ لان اللي بيسيطر على سلوك الانسان هو طبعا دي اضطراب سلوكي اللي بيسيطر على سلوك الانسان هو قشرة المخ في المرض ده نتيجة الخلل في النواقل الكيميائية دي فسيطرة قشرة المخ على السلوك بالذات في الفصل الامامي في المخ بيبقى ضعيف شوية